الآن إحنا وصلنا إلى لحظة إداع الدعوة الإدارية ضد الدولة المغربية أنه الأجواء ديال الصيف مع التوجود ديال جلالة الملكونة لا نريد أن يكون هناك احتقان في تلك المنطقة سأدعو إلى مسيرة هناك وإلى احتجاجات أنا لازلت في كلامي داعم الدولة من أجل حماية الحقوق ضد بعض موظفيها الذين يخرقون خلقت لكتجي من بعض النافدين والذين يستغلون علاقتهم بجلالة الملك يجب أن يوقفوا عند حدهم أرفعوا التماساتي إلى جلالة الملك على أن يتدخل في هذا الحبيب حجي رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان المستجدد الذي كنا هو أن الآن وصلنا إلى لحظة إداع الدعوة الإدارية ضد الدولة المغربية التي أعطت الرخصة من أجل احتلال شاطئ مارينس مير بشكل مخالف للقوانين الجاربية العامل الآن لن نذكر المخالفات فهي ستكون مضمنة بالدعوة الإدارية التي سوف تكون بمجرد وضعها أمام المحكمة الإدارية بالرباط ستكون في متناول الرأي العام ووسائل الإعلام وراني توصلت من المفوض القضائي بمعاينة لتشكر المفوض القضائي بتطوان الأخ محمد علوش اللي هو أنجز معاينة هيا كتبان هيا واللي هاد المعاينة هادي معززة معززة بصوارين بصوارين اللي اللي آآ اللي تشير فيها إلى الشركة التي تعتزم آآ استغلال الشاطئ هي العلامة ديال الشركة المستغلة الآن آآ اسم ديالها أراكين الصور وتيبان أتيج ديال المساحة التي ستقام التي سيقام فوقها هذا المطعم وكيفاش كتلاحظوا بأنه لم يتم تركوا أي مساحة للاستجمام والمساحة التي يمكن أن تجعل من هذا المكان شاطئا أبقى الشاطئ هذا محضر معينة سوف نعزز به آآ الدعوات التي ستضعوا أمام المحكمة الإدارية آآ وشير كذلك وشير كذلك إلى أن آآ آآ وصل عندنا المتضررين شركة اللي هي آآ سبور نوتيك شركة سبور نوتيك مارينة سمير اللي عندها الرخصة دي استغلال آآ البحار في الجيتسكي واللي كانت كتستغل طيب قانون القوانين والمعايير القانونية المغربية والدولية كتستغل واحد مئة مترو على الرمال اللي كانت دير فيها الجيتسكيات باش اللي بغي يستعملوا بك يدخل البحار واحد الممر يعني هدك شي طيب قان للقانون ومعمر شي شيكياجات عليهم ومعمر شي مخالفة داروها وبالتالي فهما التعرض للمنع وتم اشعارهم شفويا بترك المكان هاد المكان هدا سوف يعطى كذلك لهاته الشركة التي سوف تبني هذا المطعم آآ ونقول لكم كذلك بدون بدون حراج فهذا الشركة هدي تيملك فيها آآ لإخوة ابو زعيطر سبعين في المئة وثلاثين في المئة تيملكها آآ العالي آآ الشاهير اللي حسب المواطيات هو ابن رئيس آآ جامعة المضيق حاليا آآ وقلت بانه هاد المطعم هذا مع الجيتسكيات كذلك اللي غادي يكون احدى الانشطة الاخرى دي لات الشركة هدي معناه انه سيتم احتلال الرمال والماء ربقاش دبا غير الرملاء دبا الجديد هو الرملاء والبحر كل شيء غادي تحتل وسيتم وطرد الجميع إلا هات الشركة هدي ما عرفناش كما كيقولوا للعرب ذوهلتوا وسقط ما بيدي هذا فيما يتعلقوا الموضوع وبغيت نخبر رأي العام بجوجد النقط في عجالة كيسولوني بزاف ديال الناس بزاف حول ردود فعد ديال السلطات في المنطقة تنخبر الجميع بانه لم يتصل بأي احد لا من السلطات الاخرى ديال السلطة المحلية العامل ولا شي باشا اتصل بيته واحد ديال رماية في الموضوع وكذلك السلطات الامنية لا ولي الامن ولا تتشي واحد فهذا الموضوع عدا باش يكونوا زي ما ديال التأثير كان العلاقة ديال الاحترام بينتنا فما كينت تشي تشي اتصال في هذا الشأن او لشي محاولة ديال التأثير فآآ تنعي المرأي العام في هذا الامر هذا وكذلك تنطلب من المجتمع المادني اللي بالمنطقة في هذا الموضوع بان يتعبأ بانني عندما قلت سادعو الى مسيرة هناك و الى احتجاجات انا لازلت في كلامي ولازلت اه اقوم بالاجراءات من اجل اعلان عن اجتماع عام لكل من يهمو الامر وفي الاخير وهذا وهذا القول الذي ساقوله حاليا هو يدخل في صميم العمل الحقوقي واننا علينا ان نداعم الدولة في مجال تطبيق حقوق الانسان واجعلها شريكة اصلية في الدفاع عن حقوق الانسان ونحن كجمعات حقوقية ولا مدنية سنداعم الدولة من اجل حماية الحقوق ضد بعض موظفيها الذين يخرقون يخرقونها والتي تمس بالتطبيق السليم والعادل والايجابي للدستور وهذا النوع ديال الخروقات لكتجي من بعض النافدين والذين يستغلون علاقتهم بجلالة الملك يجب ان يقفوا عند حدهم وبهذه المناسبة انا كحقوقي انا ارفع التماساتي الى جلالة الملك على ان يتدخل في هذا الامر لانه بعض رجال السلطة لن يستطيعوا ان يوقفوا ما يحدث الان في مارن اسمير واحنا يا مقبلين على الصيف ومقبلين كذلك على حضور ربما سمعت بانه هذه السنة سيكون جلالة الملك بالمنطقة وطبعا سيكون معه الطقم المرافق لجلالة الملك واكيد انه الاجواء ديال الصيف مع التوجود ديال جلالة الملك هنا لا نريد ان يكون هناك احسيقان في تلك المنطقة لانها تكون ديالة المنطقة كاملة عمرة وايقاف عاجلا ايقاف البناء لانه راه انزلت الادوات والاليات بشيء في البني وده خطر انا التمس استعجالا بايقاف البناء ايقافا تاما وشكرا اشتركوا في القناة